طب نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نتخلص من كل ده؟ لان احنا لازم نعرف احنا ايه اللي كان عندنا و ايه اللي اختفى مننا كمان تعالوا نشوف حاجة ظاهرة جديدة بقى عندنا في الغش التجاري واحد يطلب سلعة عن طريق الـ online ولا عن طريق التسوق الالكتروني فتجدوا السلعة المنتج في وصفه زي الفل حاجة تفرح القلب حاجة خطفت القلب اول ما شفت المنتج ولما تستلمه تكتشف انه غير مطابق غير اللي انت طلبته وخامته مش هي نفس الخامة الموجودة في الصور وما يرضاش يبدلها لك ولا يرضى انه يغيرها لك ففي عيوب صناعية كتيرة بتحصل من الناس زمان كانت الجار والصناه بيهتموا جدا بجودة منتجته من حيث الخامة ومن حيث الصنعة كمان وكانهم كانوا بعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحبوا اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا الوضع عندنا صعب الوضع عندنا صعب ده بيأثر على السوق بتاعنا وبيأثر على الاقتصاد كله سمعة السوق المصري والعمالة المصرية على المحك احنا لازم كنا زمان بيتدرب بنا المثل في الحرافية وفي المهنة ايه اللي جررنا والسيدة عائشة روت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العبقاري اللي يخلينا دايما عندنا سمعة رقية ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا طب معنى ان الله اذا احب ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا ايه معناها؟ عارفين معناها ايه؟ هيحصل له مدد والابداع والابتكار ويعمل لمسات كده في اشتصانعة ما حدش عملها غيره ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى قال وَيَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَهَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اذا احنا ابتديني نفقد هذا السنس ده حاجة اللطيفة حاجة الجميلة الابداع يكفي عقوبة للغشاش التجاري ان ربنا سبحانه وتعالى ينزره بانه يمنع عنه الابداع فيبقى زيه زي بقيت الناس احنا عايزين نرجع تاني نرجع للناس تاني حاجة مهمة قوي نرجع نعتقد ان ربنا نظر الينا وان ربنا سبحانه وتعالى بينظر الى كل عمل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى سوركم ولكن ينظر الى ماذا واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اعملنا منظورة من الله والله طيب لا يقبله الا طيبة فاكر الصلاة لما الصلاة كانت الانسان صلاته يصليها بغير اهتمام ايلا حصل تلفق الخرقة السوداء وتضرب في وجهه والصلاة تكلمه تقوله ضيعك الله كما ضيعتني التجارة كذلك ممكن تكون باب من ابواب البركة باب من ابواب الفتح باب من ابواب الرزق لما الواحد يكون امين لان الله سبحانه وتعالى يبارك للتاجر الصدوق والامين كل خلي بالك السلعة دي ممكن تضرب بها وجهك ويبقى السلعة تيجي وتتكلمك وتقولك ضيعتني كما ضيعتك ضيعتك الله كما ضيعتني احنا مش عايزين نقف يوم القيامة وكل سلعة تيجي الناس غشوا فيها او عملوها بغير اتقان تيجي التحاجة الله سبحانه وتعالى وتيجي تشهد عليك يوم القيامة ان انت ظلمت مسلم او اخدت من ماله او اخدت من حياته وجعلت حياته ضيئة